بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله وقد ابتلاه الله بالمرض الشديد حتى نفر منه الناس وكان ملقاً على الطريق وكانت له امرأة تخدمه وكانت له امرأة تخدمه وتقوم عليه وتصبر عليه فجاءها الشيطان فنفرها عنه وتركته فعند ذلك شكا إلى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هذه قصة أيوب عليه السلام نتيجة الصبر والاحتساب وانتظار الفرج وعدم الياس يحصل منها الخير الكثير والابتلاء والامتحان يجري على الناس الشدائد تحصل والمضايقات تحصل والأذى والتعدي من الناس يحصل فعلى الإنسان أن يصبر كما قال لقمان لابنه يا ابني أقم الصلاة يا ابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه هو لقمان رجل صالح آتاه الله الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه يا ابني لا تشرك بالله شوف بدى بالنهي عن الشرك إن الشرك لظلم عظيم وصينا الإنسان بوالديه حسن وإن جاهداك لأن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير هذه وصايا لقمان لابنه وهو يعظه وهكذا ينبغي للمسلم أن يوجه أبناءه وذريته مثل هذا التوجيه العظيم المبارك الذي أثر في الذرية ويؤثر في الذرية الله ذكر لنا هذه القصة لنتخذ منها قدوة لنتخذ منها قدوة وأن الإنسان يشكو إلى ربه ولا يشكو إلى الناس فأيوب إنما ذكر إنما شك إلى ربه دل على أن الشكو إلى الله لا تنافي الصبر لا تنافي الصبر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين